السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل ديشي وليوم مع تحديد نص صفحة 23 و 24 النص الأدبي وصف النخل لأبي تمام التعليم بالشاعر زائد أدري الرصيد اللغوي زائد أكتشف معطيات النص زائد أناقش معطيات النص زائد أحدد بناء النص لسه نتانية نمو التعليم بالشاعر وأبو علي الحسن بنهاني المعروف بأبي نواس ولد في بلاد فارس سنة 145 هشلي ونشأة في البصيرة في البصرة درس الشعر رحل إلى الكوفة فأخذ عن أئمتها اللغة العربية اللغاء والنحو والأدبة اجتهر باللهو والمجون ووصف كرؤوس الخامرة عرف بشعبيته وأصله الفارسي توفي سنة 149 هشه قطري رصيد لغوي سرى مضى وذهب الليل فتلا الحبل لواء النخل الغيطاء العطاء الشيء المعطى تبرعا الهباء إبانة خلالة خبل الحزن أو الهم أكتشف معطيات النص ما مدلول الحرفة في البيت الأول في البيت الأول دلالته النفي ما موقف شاعر من الرسوم والطلال موقفه الرفض والسخرية أذكر بعض مظاهر حياة البدوة في القصيدة من مظاهرها الفقرة الشتاء الصيفة الخيم الترحال الضب الجمل ما هي الأشياء الجديرة بالوصف في نظر الشاعر ولماذا؟ شعر شجر النخل وسط الرياض الغناء مطلع على قصور منيفة لأن الشاعر مجددا مجددا عاش في وسط مدني موضح الدور متأثر بالطابع الفارسي بالطابع الفارسي وناقش معطيات النص ما الأسباب التي جعلت الشاعر يدعو إلى الدورة على التقاليد وكل ما هو قادية الأسباب المختلفة الاجتماعية تخير الحياة العامة وانتقالها من طور البداوة وإلى طور الحضارة غلبة النزعة الفارسية على نسبة فنية الرغبة في التحديد وذلك بتحقيق في التجديد وذلك بتحقيق الصدق الفني والمحافظة على الوحدة والموضوعية نين يدعو الشاعر الشاعر معاصره إلى الصدق الفني وضح ذلك المقصود بالصدق الفينية عدم الالتزام بمحاكاة وتقليد القدامة في المقدمة الطللية والتعبير عما يختلج في صدر الشاعر بكل تلقائية وسط ثلاثة هل الصراع بين القدامة والمحددين ظاهرة جديدة أم قديمة في حياة أمامة دعم رأيك بالأمثلة الصراع بين القدامة والمجددين الظاهرة قديمة فكلما تشدد العصر وحصل تطور في مختلف ميادين للحياة تصارع الناس فهذا يريد التقليد فتجده يشتبته يتجبته بالماضي التالين وهذا يدعو إلى التجديد والتقدم نحو الأمامة وأحسن مثال المداهب الأدبين المختلفة إشرح الصورة الوالدة في البيت العاشر الصورة البيانية هي استعارة مكنية شبهة النخلة بأم مرضعة وحدد بناء النص في النص الصراع تناول الحياة المادية والفكرية وضح ذلك في النص صراع يتناول الحياة المادية والحياة الفكرية أما الحياة الفكرية فتتمت في طورة على التقليد المقدمة الطلالية والدعوة إلى التهليد ومسايرة ركب الحضارة والمدنية أدبياً للتحقيق الصدق الفني أما المادية فظهروا في رفض الحياة البدوية المقفرة وصعوبة العائلة الشم فيها والدعوة إلى التغنية بالجمال والسكونة والحياة الرفاهية من حدائق من حدائق غناء بعد بعض القراءة اللغوية في النص لا رسوم لا أبكي لا نعت ليسا نمط النص حجاجي وهكذا عزائي التنامين أكونوا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو وأخيراً لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر